ايه اللي حصل و ايه كواليس اقالة جوزفالدو فريرة من تدريب نادي الزمالك خلونا اقولها كده ايه في نقاط كده سريعة رئيس نادي الزمالك بيصدر بيان رسمي بيؤكد خلاله ان هو بيقيل جوزفالدو فريرة من تدريب الفريق الاول رفقة طبعا جهاز الاجنبي المعاون لي على الرغم من ذلك فريرة لم يتم ابلاغه حتى الان بيقى القرار الرسمي يعني ايه معنى الكلام ده يعني اخذنا الكلام ده من الصفحة الرسمية لرئيس نادي الزمالك عرفنا بامر اقالة جوزفالدو فريرة من تدريب نادي الزمالك عن طريق زي ما قلنا الصفحة الرسمية على موقع التباصل اجتماعي فيسبوك لرئيس نادي الزمالك معنى ذلك ايه معنى جوزفالدو فريرة حتى الان لم يتم ابلاغه بشكل رسمي بامر الاقالة رغم من ذلك فريرة لم يتم إبلاغه زي ما قلنا بينتظر طبعا مسؤولون نومة يرجعوا لقاهرة هما طبعا في المحلة بعد المتش منتظرهم نومة يرجعوا للقاهرة عشان يعودوا مع بعض يتم الاجتماع به وإبلاغوا بالقرار بشكل رسمي ده فيما الوصولة بالزمالك خلينا نروح لجوزفالدو فريرة والمحامي بتاعه هو أعتقد كان عنده يعني إرهاصات كان بيستشف أن فيه اتجاه داخل نادي الزمالك أنه هو يتخلى عنه أنه يقيله على إيهات حال هو طلب المحامي بتاعه محامي برتغالي الخاص بي أنه يحضر القاهرة زي ما قلنا أنه كان متنبئ بالموضوع منذ بداية مباراة بيرمتز اللي كانت في كاس مصر كان عنده تحسب توجس أنه هو حيرحل عن تدريب نادي الزمالك في أي لحظة فريرة بيرغب في وجود المحامي الخاص بي لحساب المستحقات المتأخرة لعند نادي الزمالك بجانب طبعا قيمة الشرط الجزائي إيه هي المستحقات؟ إيه هي القيمة الخاصة بيه الشرط الجزائي هو المفروض وفقا ليه أتعقد لراتب ثلاث شهور ده الشرط الجزائي لو تم قلته من تدريب نادي الزمالك احنا متكلم تقريبا فيه 321 ألف ألف دولار كمان بجانب الشرط الجزائي فريرة لم يحصل على راتب بتاع الشهر اللي فات أكيد طبعا حيطالب بيه أثناء الجلسة مع محامي ومع مسؤولين نادي الزمالك طيب على أي حال ده بنقول إيه؟ الكواليس الخاصة بإخالة جوزفالدو فريرة ترجمة نانسي قنقر